لا أفق إلا وتراه أعينهم ولا مدى إلا وتصل إليه نيرانهم هنا على هذه الجبال القاسية التي تمتد كخارطة لمعركة ترسم ملامحها وتقيس قدرات المحاربين فيها تدور مواجهات عنيفة لثلاثة أيام يخوض فيها الجيش معركة في مواجهة ميليشير حوثي مصادر عسكرية تقول إن الجيش الوطنية تمكن من السيطرة على عدد من المواقع الجبلية فيما حصد الحوثي خسارة كبيرة بعد أن رمى بمقاتليه من كتبة الموت على هذه التضاريس محاولاً اختراقها تصاعد وتيرة المواجهات في نهم وصولاً إلى مناطق عدة في محافظة الجوف فتح الباب أمام تساؤلات كثيرة حول ضرورة فتح جبهات التماس في البيضاء والضالع وتعز والحديدة وحجة وصعدة خصوصاً مع الحديث الدائم عن قدرة الجيش على إدارة معركته إذا ما توفرت له الإمكانات ونزعت من حوله القيود السياسية المفروضة والعدو منهاروا معنويات التحت الصفر وإذا أردتم أن تأكدوا من هذا البلاغ والخبر هذا الذي تشاهدونه فاسألوا مستشفى 48 اليوم اليوم اسألوا مستشفى 48 في العاصمة الصنعاء واسألوا المستشفيات الأخرى وشاهدوا المستشفيات الأخرى وستنبئكم عن قتلاهم استماتة الميليشيا وزجها بمقاتليها في عملية انتحارية يؤكد أن الجيش يدفع ثمن تأجيل المعركة باهظاً وأن عليه خوض معركته اليوم أو غداً فلا سلام مع الميليشيا تمتلك ميليشيا الحوثي طائرات مسيرة وصواريخ باليستية مطورة إيرانية مكنتها من استهداف معسكرات في أكثر من منطقة فيما لا يزال الجيش الوطني يواجه صلفاً سعودياً بعدم تسليمه سلاحاً يمكنه من قيادة معركته نحو الناصر في هذه اللحظة ترتفع دعوات تطالب باستعادة القرار العسكري من يد التحالف وتوفير رأس مال وطني لدعم وتسليح الجيش والمقاومة فخمس سنوات علمت اليمنيين أن المعركة التي يديرها التحالف هي معركة محكومة بمزاج الرياضي وأجنداتها السياسية وليس المصلحة اليمنية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر